كل هذه المظاهر اختفت عام 2020 عام أصبحت فيه كورونا المسير الوحيد لقاطرة الحياة أما الثقافة فهي الخاسر الأكبر بدأت السنة بتعيين مليكة بندودة وفدة جديدة إلى هضبة العناصر بكاتبين للدولة سليم دادا مكلف بالإنتاج الثقافي يوسف صحيري كاتبا للإنتاج السينماتغرافية لم يبدأ المعينون في حكومة جراد بعد بترتيب أجندتهم حتى حاصرتهم كورونا منعت التجمعات لتتم الفعاليات بحضور قليل أغلب النشاطات أقيمت افتراضيا وفي أول تأديل حكومي أنهيت مهام سليم دادا كورونا تضيق الخناق أكثر على المشهد فألغيت المهرجانات الفنية المصرحية مهرجان السينما الوحيد وسيلة المتنفس ألغياء ما جعل دور النشر في أزمة أكثر مما كانت فيها 2020 تعالت فيها سرخات الفنانين أمام منحة الجائحة التي لم تكفهم وكثر عنها الحديث من جهة أخرى 2020 عرفت رد الاعتبار للمفكر مالك بن نبي والاحتفال بمحمد ديب خلال أول دخول ثقافية تكريم المبداعين والقامات كان له نصيب تصنيف الكوسكوس لدى اليونسكو كان الحدث الأبرز أما سحب ملف الرأي من نفس المنظمة خلق جدل واسعا أما قانون الفنان فما زال يتقدم ببطء شديد تعينات إقالات نشطة افتراضية تتويجات دولية غياب للمهرجنات مع الاكتفاء بالاحتفال بما هو ضروري جدا هذا ما ميز الشأن الثقافي في الجزائر لسنة 2020 عام فرضت فيه كورونا نفسها كضيف ثقيل ضيقت الخناقة على الثقافة ولم تسر أمورها كما أرادها أهلها ومسؤولوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر